استحوذت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اهتمام كافة دول العالم فقد أطلق قداسة البابا فرانسيس بعد صلاة التبشير الملائكي نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا داعيا إلى وقف لغة السلاح والعمل على بناء السلام وإلى فتح ممرات إنسانية أمام اللاجئين وقال قداسته أود أن أجدد دعوتي للجميع من أجل الصلاة والصوم على نية السلام في أوكرانيا كي نشعر أننا جميعنا أخوة وكي نطلب من الله نهاية الحرب وأكد الحبر الأعظم أن من يخوض الحرب ينسى الإنسانية ويضع مصالحه الخاصة والسلطة قبل كل اعتبار وقال البابا أنه يفكر بالمسنين وبالأشخاص الباحثين عن ملجأ لهم خلال هذه الأيام وبالأمهات الهاربات مع أبنائهن إن هؤلاء هم أخوة وأخوات لا بد أن نفتح لهم ممرات إنسانية آمنة وأن نصطدفهم